أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي مفاوضة الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي لسياسة الجوار والتوسع وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية أو التنموية وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات الطاقة والغذاء من جانبه ثمن مفاوض الاتحاد الأوروبي العلاقات التاريخية المتميزة مع مصر مؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وطعميق شراكة التقليدية مع القاهرة بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة الرئيس السيسي وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور سون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضية وسبل التنصيق المشارك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار وبشأن القضية الليبية أكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم التوافق على أهمية الإصراع في منصار عقد الانتخابات حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلامة أما فيما يتعلق بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد أشاد المفوض الأوروبي بجهود مصر في هذا المجال وأكد تقدير الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وبشأن قضية سد النهضة أكد رئيس السيسي للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشادداً على الموقف المصري الثابت في التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلاة في هذا الشأن